عليكم ورحمة الله وبركاته المغرب مش بيهزر المغرب مش بيهزر زي ما شفنا الجزائر وشفنا تونس نتائج عالية وشفنا مصر كمان مع لبنان مطشقا قوي لا واضح ان الاربع منتخبات الفرسان بتوع افريقيا جزائر وتونس ومغرب ومصر ما بيهزروش نهاردة المغرب واضح برضو من الاول هو بس كان الهدف الاول بس هو اللي اداهم الافتتاح مبروك المغرب تكسب فلسطين ومنتخب فلسطين الغالي علينا كلنا ان شاء الله بإذن الله يكفي تواجدك معنا وبنقول اسمك على طول وكل العالم بيتكلم ان النهاردة كان المغرب مع فلسطين ونقول اسم دولة فلسطين دي عندي انا هي الفوز لكن فلسطين هي كسبت بجد ومعليش وتتعود في المطشط القادمة محمد نهيري ابتداها بتصويبة رائعة في غلطة طبعا من الحارس بس بصراحة التصويبة كرة كترايحة نارية ورايحة بتتعوج يعني صعبة على اي حارس حفيزي النجم الموهوب صنع الالعاب انا اتفرجت عليه كتير بس ما بشوفوش بيسجل يعني نهاردة سجل هدفين لانه لاعب موهوب جاب هدفين بحرفانة وختم الاهداف بدر بنون النجم الجميل المؤدب بيلعب تاني سنة هنا في مصر عندنا مع النادي الاهلي بدر بنون اخلاق عالية جدا جدا ونجم كبير ولاعب عائل وفعلا يستاهل ان يبقى كابتن منتخب المغرب المباراة بقى تسعين دي احنا قلنا الاهداف المباراة تسعين دي الكارتي وحفيزي هم صناع اللعب هم الطبخين بتوع الاكلة اللي المهاجمين بتوصلهم كده سخنة وحلوة بيوصلوا القرى للمهاجمين بشكل كويس جدا واحد صفر الشوت الاولاني وفلسطين كانت في الشوت الاول تقيلة اوي وجديدة اوي وبتقاتل وعملت مجهود الشوت الاولاني كان واضح جدا ان الشوت التاني هتتعب بالذات بعد ما دخل فيهم الهدف معنوياتهم قلت ومعنويات لعبة المغرب علي نزول بقى ازاره كلمة السر لما ازاره نزل لقيت حفيزي اللي هو كان في وسط الملعب كمل لقدام اوي فبقى فيه اربعة مهاجمين في منتخب المغرب فعشان كده كان فيه تلات اهداف في الشوت التاني كان فيه عدد زيادة لان حفيزي زاد وازاره احنا عارفين ان هو مهاجم مشاكس حتى لو ما بيحرص اهداف بيوسع للعاب اللي جمه فتلاقي كل الاهداف اللي جابها حفيزي هو ازاره بيوسع اما بيروح والمدافعين يروحوا معاه وتتلعب لحفيزي يسجل منتخب فلسطين بجد تشوف اول نص ساعة تلاقيه مجتهد بيتعب جدا وكانت الدنيا مشى معاه كويس لكن كان واضح جدا ان لعبة المغرب منتخب المغرب جهزين اجمل حاجة ان البطولة دي تلعبت يا جماعة بعد شهرين من بداية الدوري في كل العالم في الخليج وفي مصر وفي تونس والمغرب الدوري بقاله اكتر من شهر يعني اللعبة لعبة على الاقل سبع تمن مطشاط فكل اللعبة في فرمة عالية حظ فلسطين الارضة المغرب الشوت التاني فرقوا بالليقة البدنية وفرقوا بالشراصة الهجومية اللعبة كلها وقفة على حلها اول مباراة تبقى مهمة جدا جدا للمتخبات اول مباراة تبقى مهمة جدا خلاص الفريق الكبير اللي بيكسب خلاص كلنا بنقول هو هيبقى اول المجموع زي ما حصل مع مصر زي ما حصل مع قطر زي ما حصل مع الجزائر زي ما حصل مع تونس والنهاردة المغرب كمان الجزائر ومصر في مجموعة واحدة كلنا دلوقتي بنقول ايه جزائر كسب ومصر كسب كلنا دلوقتي بنقول ايه المطش الاخير ما بينهم في المجموع جزائر ومصر هو لا هيحدد مين اول ومين تاني وعلى فكرة ما تفرقش معايا مين اللي هيطلع من الجزائر اول ومين تاني علشان كل المنتخبات كل المجموعات الاربعة فيهم اتنين اقوية فهتاخد واحد من الاتنين فالاتنين اقوية زي بعض فان شاء الله بازن الله نشوف مطشات كويسة انا لخصت مباراة المغرب بشكل جميل اداء راكي اداء رائع يا جماعة انا قلتها في البداية قبل كاس العرب ما يبدأ بيومين قلت انا اريدت القيمة بتاعت تونس واريت القيمة بتاعت الجزائر اريدتهم بس الاسماء لا اسماء تقيلة اسماء تقيلة مش جايين بمنتخب صغير زي السعودية عايز جاهز لعيبة صغيرة جاهزهم مطشات ودية صفرهم عسكرات انما بطولة كاس عرب وجاي تونس بلعيبة كبيرة في السن وجاي مصر بلعيبة كبيرة في السن الشناوي معدد تلاتين حجاز معدد تلاتين السولية معدد تلاتين السعودية منتخب ناشئين يروح يلعب في البطولة ودية ولا حاجة لكن كاس عرب يعني هتزعل الشعب بتاعك انا متوقع السعودية لو صعد مثلا وجاه يلعب الجزائر ولا بتاعي يشيل اربعة خمسة الناس هتنام في السعودية حزينة منتخبهم متغلب فالعب زي ما عملت تونس والجزائر عندهم محترفين جيب البدايل جيب البدايل الجزائر عمل كده عندهم محترفين من اللي بيلعب في الدولة الخليج هات امير سعيود هات ياسين ابراهيمي كلها لعيبة عندها خبرة كبيرة في السن وتقيلة في الملعب مبروك للمغرب وان شاء الله نشوف بطولة الماتشات اللي جاية والتصفيات هتبقى روعة لأدوار الدور التمانية والقابل النهائي والنهائي هتبقى ماتشات نار اشترك في القناة واعمل لك للفيديو شكرا